نرحب بكم مرة تانية عزام شاديم نرحب الزميل العزيز كابتن أحمد فوزي الخراكة في النهار سهر فل الحمد لله ألف مبروك لكم كلكو يعني ألف مبروك الحمد لله بداية موفقة إن شاء الله في البطولة وربنا هل ليتوا بعد الصوت الأول بقى ما ليتش أو بس يعني الكل اللي كان ظاهر إن إحنا راكبين الجيم وبنضيع ونروح وكل ما بنضيع أكتر يعني بيبقى فيه فرص إن إحنا نجيب يمكن اتخضيت في الكرة الاتنين في واحد اللي جات في العرضة دي مرتين وراء بعد يعني ساعات الكرة بتقف بتقف بتقولك أنا مش هجيب النهار ده بس كتبادري قوي دي آه آه بس الحمد لله تخطينا الموقف والهدف جيف توقيت كويس الدنة الرياحية بعد كده ونوصل لتلات أهداف ونقسم فرقة الجزائر على المقدمة الحمد لله تقيمك بقى الأهداف أعتقد الحراس زي ما قلت لحضرتك يعني قبل المباراة نفس اللي قلت بالظبط إن الحارس ده في الكرسات من ناحية اليمين ما بيعرفش يتعامل ويمكن فيه اتنين تتعامل معهم عنده سرعة في اتخاذ القرار للخروج الخاطئ وده كلفه أكتر من كرة يمكن الأولانية ما محلفناش الحظ بس هتشوف بعد كده في كرة بتاعته هتبقى برضو جون التالت جزء منها في خروج خاطئ أو تمركز خاطئ خلاه ما يعرفش يتعامل أعتقد الشنوي كان على أحسن ما يكون ويمكن نهيك عن الانفراد ودي حاجاته الطبيعية أنا شايف إن النهاردة بلم الكور من وراء خط الظهر بتاعه بطريقة مميازة جدا ودي كانت أحسن حاجة النهاردة للشنوي إنه بيتعامل كاليبره من وراء الخط خاصة إنه هم كانوا بلعبوا باثنين رأس حربة فكان الشنوي قريب جدا من خط ضهره وقدر يخلصنا من أكتر من كرة هنقولهم بالتفصيل ونبتدي مع ديها تلاتة تغطية من الشنوي محمد عبد المنعم بيحاول يعدي من ناحية اليمين بيحاول يرقص الرجل بتاعه على شماله تطقطع منه الراجل يرقصه ويخش بيه لجوه ولولا تواجد الشنوي أنا يعني كان فيه صورة قبل كده شوية إنه كان متواجد قدام السكسيارد لما الراجل رقص بقى الشنوي في قلب الراجل بسرعته ودي التمركز بتاع الشنوي كان هايل فيها دي في بداية المباراة ده في ديها 42 سنة ديها ما نقول لك حياتك في ديها 3 42 سنة يعني ديها 3 فده يديك إحاق إن الشنوي مركز من أول ديها في الجيم وده ظهر عليه إنه النهاردة من نجوم المباراة فعلا من وجهة نظري لأنه على أقل تقدير خرج بين غير أهداف وفي نفس الوقت الداريحية اللي عبتنا في ديها 6 بالانفراض اللي شاله ده إنه إحنا نقدر نجيب جوم في أي وقت نكمل بعد كده زي ما قلت لحضرتك الخروج الخاطئ للحارس هو متهور على طول في الخروج الخاطئ كرة عمل الطولية من على ما أعتقد كانت من مروان عطية لا إمام اللي لعبها بعدها لا لا تعملت من مروان عطية خروج خاطئ للحارس لأن تمركزه كان وراء أوي عبان مراح قدر إمام يلحقه ولعبها جات في العرضة للأسف وبعدين ردت الكهرباء برضو اللي حطها في العرضة فدي طبعا زي ما قلنا كان تحرك خاطئ من الحارس الكرة اللي بعدها برضو نفس الكرة هي هي لما تردد من كريم فؤاد وراحت لإمام أنا عايز أقول حاجة هنا الحارس الكرة الحارس أصلا كان جنب العرضة دي عشان يواجه كريم فؤاد لما الكرة عالية منه تأديرا الكرة بعيدة مش هيقدر يوصلها فهو برضو عشان متهور وعايز يخرج برضو خرج بالزيادة عن اللزوم لو إمام ركب الكرة دي كويس وحطها في أي زاوية جوه إنما برضو إمام موجه الكرة غلط فهي سهل جدا إن ده برضو خروج خاطئ لحارس المرمى وزي ما قلت لحضرتك هو يعني عنده مشكلة كبيرة في موضوع التوقيت دوا وظاهر جدا هنا فيه طبعا الأرض مش كويس بصراحة يعني هو بيجري اتزحلق ممكن يخش جور الحمد لله بالنسبة لنا بس ممكن نحصل الكلام ده فينا فيعني موضوع أرض السلام دي هي أرضية الملعب مش زي أرضية الساد القهيرة بصراحة يعني أكيد 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 بتأثر على العيبة كلها زي ما عارفين في الديئة ستة ودي الديئة الشنوي غير فيها نتيجة المباراة بالتصد بتاعه لأن لو كانوا هم هدفوا الهدف الأولاني كانت هتبقى مردة صعبة الدنيا صعبة جدا في الديئة خمسة وبدلوا كنا لسا نضيعين واحدة جات في العرضة مرتين فالإحساس بيبقى صعب ولو دخل فينا جون هنبتدي نحاول نجيب الأولاني عشان نتعادل ده أول خمس ده كان فيها أحداث تريبا شط الأول كل بالضبط تقريبا يعني بص حالتك دلوقتي خمس حاجات واحدين ثلاثة أربعة خمسة لما فيش حاجة غير في الديئة 24 ومعكا شط الأولاني خلص بالضبط فيعني طبعا تصدي هايل الشنوي وفرج جسمه بطريقة مميازة جدا وطلع أفل على الراجل خلي بالك لو إيده جنبه مش هيطلعها إنما عشان إيده طلع بره جسمه فالكورة حرف يتعامل معها كويس جدا لأن حركته كانت هايلة في الكورة دي في الديئة 24 يمكن برضو نفس القصة دي شطة عشان برضو الحارس بيعمل حاجات غريبة يعني معنا زي ما قلت حالتك هو بيعمل حاجات غريبة الكورة دي كانت شطة من حسين الشحات جي يمسكها بيهمد الكورة جات في رجله لو بس كهرباء كان قريب أو إمام أو كريم فؤاد كان قريب من الكورة كان ممكن يوصل لها بسرعة لأن الحارس يعني مسكته للكورة غلط تهمدته للكورة وقعت منه وجات في رجلية كان ممكن يبقى هدف لنا إنما عموما مشت الكورة وعدت على خير في الديئة بعد كده 29 في تعامل خاطئ من عرضية من ناحية اليمين لحسين الشحات بيعملها بوش رجله خارجي لو كان في حد مكمل من ناحية تانية خاصة كريم فؤاد كان ممكن يحطها بكل أريحية زي ما قلت حالتك هو ناحية يمين هو شمال ناحنا شمال ناحنا اللي هي بتاعت حسين الشحات يمين هو هو بيعافش يتعامل معها في الكورسات كويس ولكن ما حصل كان لازم كريم يبقى قدام شواء عشان يعافي يتعامل مع الكورة ويحز منها هدف بس ما حصلش نصيب دي يمكن أهم حاجة في الشرط الأولاني بعد كده يجي في الشرط الثاني كورة هيلة أنا أطلع هيتك هو عنده سرعة رد فعل غير طبيعية بالنسبة لفليكس تشاي أو كاي عنده سرعة رد فعل غير طبيعية كورة هيلة الكريم فؤاد عمال كورس طلع كهرابا ركب الكورة ولكن رد فعله في منطقة دايقة جدا فأقل من 2 متر عدر يطلعها مش عارف الصورة مش معانا لأي وهي دي يعني لو تعرف تسحبها هورا شوية عشان يبان تمركز الراجل وقف على رجليه ازاي وقريب من الأرض وفتح رجليه فتحة مناسبة على قدر كدفه عشان يقدر يتعامل مع الكورة آه صحيح يا جاد في مساحته بس هو لو مش في التمركز ده مش هيعرف يطلع الكورة ولو رجليه اوسع من كده مش هيعرف يتعامل ولو رجليه اذيق من كده مش هيعرف يتعامل فهو كان تمركزه هايل وسليم وقدر ياخد رد فعل في مسافة دايقة جدا وقدر يتعامل معها كويس يمكن بعد كده في دي فيدياء 53 كورة وانتو من راحة للراجل بتاعهم رقم 3 الخطر دوا ولو لو جودش دناه في الحتة دي كان الكورة دي هدف وكان يبقى خطأ كبير من محمد عبد المنعم لانه في الكورة دي تحديدا محمد عبد المنعم ساب الراجل بعد ما عمل الوان وصابه وطلع لقدام وبص محمد عبد المنعم فين لو لو جودش دناه في الحتة دي زي ما قلت في الاول تغطيط الش دناه النهاردة كانت هايلة وقدر يتعامل مع الكورة دي بامتياز وقدر يخلصنا برضو وكنا لسه سفر سفر لو ما كانش الش دناه موجود والراجل راح له انفراد وجابها كانت هاتيبة برضو مشكلة كبيرة عشان كده برضو انا بقول الش دناه هايل في دياءة خمسة وخمسين مافيش سوري في دياءة 63 تصويبة من دي بيس انا قلت لحضرتك قبل المباراة ان الراجل ده في التصويبات العالية بيعرف يتعامل كويس جدا في التصويبات العالية انما اي حاجة على الارض ممكن تخش بسهولة والتصويبات الوحيدة اللي جاتلوا النهاردة كلها كانت عالية يمكن تصويبات حسين الشحاد كانت عالية في منتصف الجم ما عرفش يمسكها التصويبات دي كانت عالية ولكنه فرد جسمه أنا قلت لحياتك هو بمتاز بالرشاقة والمرونة العالية جدا وده كان أكيد وظاهر جدا في كرة زي دي أنه فرد جسمه على أخصى ما يكون وتحس أنه مش 180 سنطي تحس أنه 190 سنطي في كرة زي دي لأن الرشاقته كانت عالية وعنده مرونة عالية جدا في دقيقة 66 بقى نتكلم على الهدف بتاع الكهرباء الأولين الهدف بتاع الكهرباء هو تعامل مع عشوطة إمام وما فكرش في كهرباء خالص هو ما كانش شايف كهرباء وعشان كده راح في حتة وكرة راحت في حتة تلك هو لو كان شايف كهرباء بدل ما يترمي حضرتك بالجنب كده كان يترمى في اتجاه كهرباء بطريقة مقصية أو باتجاه بزاوية 45 بدل ما يترمي بالعرض لو كان قطع باتجاه 45 هنا هبان أكتر وراح في حتة وكرة في حتة هو بقى لو كان قطع ناحية كهرباء حتى لو كهرباء كان لمس بدماءه وكان ممكن يعمل بلوكة عليه بإيده ويطلعها هو راح على كرة إمام بالزبط هو ما شافش كهرباء بالزبط ودي مشكلة عنده هو والحمد لله لنا حصل في الديئة 68 لا مفيش 68 72 هادي هنا بس أنا عايز قبل الكرة دي فيه فيه واحدة قبلها أو أنت يعني مش شيري كده في أيها الفريم اللي قبله بص يا كابتل هنا وكروس بيتعمل الشنوي واقف لو حد ملاحظ على القريبة مزبوط ليه بقى؟ لأن هم كلهم وهم بيتحركوا تقريبا ده أكيد أكيد بتاع مدير فني أو مدرب الحراس مستر ميشيل معرفوا أن الناس دي بتلعب كروسات على الكرة القريبة فلازم أكون قريب من الديئة بدليل أن الشنوي بينه وبين العرضة اتنين يارضة بس وده مش تباركو الصحيحة ولكن في الموقف ده ساعات الفولس بوزيشن يخليك تطلع الكرة بكل سهولة مزبوط وهنا الكرة أول ما تلعبت بالدماغ الشنوي معملش لأنه خطوة واحدة بس جانبية ولما بص نرجع للكرة نرجع بقى للصورة اللي الشنوي طلع منها مفيش بالزبط خطوة صح؟ محمد شاية حاجة صح وزاق بس وده هنا بس عشان الناس ما تبقاش فهمت تمركوزات كلها أنه لازم أكون تمركوزي صحيح في 100% آه أنا ممكن أكون تمركوزي صحيح في الوقفة الجسدية ولكن وقفتي في الملعب فين في حاجات كتير كمدرب حراس أو كمدير فني بيتكلم فيها مع الحارس بأن في فرق معاناة بتلعب الكورسات كلها على الأولانية في فرق بتلعب على البعيدة وتترد تاني في فرق بتلعب الكورس البرة فلازم أتطلع بتلعب الكورنرز والفاول بتلعبه لتحت عشان الناس تطلع ويخش الناس تانين فالتمركوزات هنا لازم تكون الحارس يكون معرفة ولازم يكون المدير الفني أو مدرب الحراس الهدف التاني هنا طبعا تحرك عشرة على عشرة وأنا جاي بالصورة دي تحديدا لا قبل دي معلش ثواني تحديدا أنا وقف في الكورة هنا الكورة دي بص من حسين الشاحات لكهرباء وكهرباء بيقطع من قدام الرجل وبيحطها الرجل ده التمركز بتاعه يدرس طالما المسافة قال من خمسة يارضة أنا لازم كحارس أكون نازل لتحت أول ليه؟ عشان نقفل أكبر مساحة ويريد تكون معايا أرجع لي تاني معلش عشان بس أبقى معاك أرجع لنا بقى سيبك من الصورة ورجع لنا على الهوى هو عمل فعلا كده أي معايا طيب أنا عايز كل ما لبابيني وبين المهاجم خمسة يارضة أنا لازم أكون قريب لتحته وميل بجسمي وطالع له قدام عشان أقفل له المساحة بتاعته كلها في الحتة دي إنما لو المسافة أكتر من عشرة يارضة أنا لازم أكون واقف جسمي فوق طالما المساحة بيني وبين الراجل لأقل من خمسة أرضة لازم أكون تحته وقافل كده عشان أي حاجة في مساحتي أو في حوالي أعرف أتعامل عليها لو تحت على الأرض هطلع لو فوق هطلع وده كان تمركز هاي من الحارس كاي وقدر فعلا يتعامل مع كهرباء ولكن في التانية ما قدرش يوصل لحسين الشحات وبرضه هوريك بقى الفرق في التمركز هنا بص بص بقى فتحة رجليه لما أمن على الأرض بص فتحة رجليه دي في حد هيقدر ياخد راي من هنا بالطريقة دي بس هو برضه ملحقش لأن المسافة ورايبة أو صعبة أو عارف أو لو رايبة أو صعبة أو هو لو من مكانه طار على طوله على الأرض يعني بعد مصد يلحق يلحق لو طار يلحق يلحق والله إنما هو ما اختارش أصلا هو قام وحرك رجليه فتح رجليه على الأخر كتكور في الجول بس أيو صح إنما هو لو من مكانه زي ما هو في الأرض ورح طير من مكانه هيقف اللجون خاصة لأن الزوال بدايئة مش بدايئة أول حسين بس برضه أرجع أقول لها حياتك الحمد لله على كويس أنه مطارش من أقول الحمد لله أنه مطارش الحمد لله أنه هو ابتدى يوقف الأول يمكن آخر حاجة الهدف الثالث برضه الكرة هنا أنا جايب برضه الهدف عشان أوريك التمركز بص الرجل جواهة 18 وهو طلع له عند العرض الأولاني بره خالص طلع البره عند العرض الأولاني أول ما تعملت بالعرض التحرك هنا التحرك لا سواني معلش أنا جايب الصورة اللي فاتت دي بصا كبت الطبيعي هنا أنا عشان ألحق ما أخدش رجل اليمين الأول المفروض أخد الرجل العكسية الشمال الأول عشان أعرف أتحرك كده وابقى أسرع إنما لما أخد يمين الأول هاخد واحدة في الثانية عشان ننقل لما هو المفروض الطبيعي يأخد الشمال الأول يعني يرتبع معايا في الهوى أنا لو رجل أخد رجل اليمين لما أخد رجل اليمين أخد وقت أكتر لو كان أخد رجله الشمال الأول كده كانت بقت أسرع جزء من الثانية وقربته للكورة أكتر إنما الحمد لله برضو نفس الكلام بس إحنا بنتكلم ده للناس كلها عشان كل الحراس يعرفوا إن الحركة بالرجل العكسية بتخليك أقرب وأسرع من الرجل الأولانية في الحركة مش فيش التمركز لكن في الكورة دي صلاح محسن عملها كويس قوي لأنه ده له عكس حركته عكس اتجاهه وهو جاي يجلب وشه صعب جدا بالنسبة لي بس فأعتقد الحمد لله يعني اللي قلنا عليه حصل لو قيمنا حراس المرمى درجات الشنوي ياخد كم وفلكس ياخد ده النهاردة الشنوي ياخد تسعة ونص من عشر يعني ومش هتدير له عشر عشان ما بيحب يشد يعني مفيش حد كامل دي شيء طبيعي وفلكس عنده غلط فأي حاجة ومعندوش غلط النهاردة ولكن مفيش كمال لله سبحانه وتعالى الحارس بتاعهم اعتقد ياخد ستة ونص سبعة من عشر وثلاثة دهول اللي خدهم ما هو الثلاثة برضو خلي بالك هو شايل غيرهم وزي ما قلت حضرتك هو شايل حاجات حاجات صعبة جدا بتاع الكهرباء دي مميزة جدا 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 يعني أول كرة دي في الشنط التالي تسعة واربعين دي صعبة جدا جدا صحيح فلا أعتقد الراجل يعني ستة ونص سبعة ممكن ثلاثة يشيل هو داخل ويشايل خمس خمس تجوان وده اللحاص مزبوط فلا يعني ندي له حق حتى الجون التاني التصدي هاي الكرة من كاربا آه لما راحت لحسين ما عرفش يتعامل معها كويس لما حسين حطاه في ده إنما في الأول وفي الآخر هو الراجل جون كويس وزي ما قلت لحديتك هو دلوقتي موجود في منتخب غنة هنروح ل